بسم الله الرحمن الرحيم محزب التكاليف وإدرية واحد حسب 310 الوحدة السادسة تخصيص التكاليف في هذه الوحدة لتناول المحتويات التالية أنظمة تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشر النظام التقليدي للتخصيص اللي هو التخصيص حسب المنتجات الخطوات المتبعة في معالج التحميل للتكاليف غير المباشر مراكز التكلفة بالمنشآت الصناعية مراحل تخصيص التكلفة توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج بنحدد أسس التوزيع وطرق التوزيع اللي هي طريقة التوزيع الإجمالي طريقة التوزيع الانفراضي أو المباشر طريقة التوزيع التنازلي طريقة التوزيع التبادل نبدأ في أنظمة تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشر الفاكتوري أوفرهيد كوست اللوكيشن سيستمز يوجد نظامين أساسيين لتخصيص التكاليف بالمنشآت هما النظام التقليدي للتخصيص ويطلق عليه تخصيص التكاليف حسب المنتجات النظام الثاني اسمه نظام التكاليف على أساس النشاط ويطلق عليه تخصيص التكاليف حسب الأنشطة النظام التقليدي للتخصيص على افتراض أن احنا درسنا النظام الحديث نظام الأي بي سي في وحدة سابقة فنبدأ النظام التقليدي للتخصيص ترديشنال كوست اللوكيشن سيستم بيقوم النظام التقليدي على معدلات التحميل المفهوم الـ Overhead Application Rates Concept يقوم النظام التقليدي لتخصيص التكاليف اللي هو التخصيص حسب المنتجات على أساس تحديد معدلات التحميل التي تمثل الأساس في تحميل التكاليف على المنتجات وفقا لعلاقة السببية لعلاقة السبب بالنتيجة وقد تكون على أساس فعلي أو تقديري أن معدلات التحميل ممكن تحسب على أساس فعلي اللي هي التكاليف التي تحدث فعلي أو على أساس تقديري توقعات فهي تمثل فهي دعاية على معدلات التحميل فهي تمثل الأسلوب الفني المستخدم في تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة المجمعة في مراكز الإنتاج على وحدات المنتج النهائي